موسيقى أهلا ومرحبا بكم ومشاهديننا إلى حلقة جديدة من برنامج CEO Talks أنا مي بن خضراء نستضيف اليوم معنا المهندسة غريس نجار المديرة تنفيذية لجمعية إدارة المشاريع PMI في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة CNBC عربية بداية أهلا بك شكرا لأستضيف دعينا أولا نبدأ بتعريف المشاهدين عن معهد إدارة المشاريع PMI جمعية PMI التي تأسست 1969 هي من الجمعية العالمية الأولى التي تعطيت المعايير والشهادات هدفها تمكين المدرى المشاريع الإخصائيين كل هالناس أو المهنيين الذين يديروا المشاريع يكون لديهم الشهادات اللازمة التي تمكنهم أن يستطيعوا يسلموا المشروع بالكفاءة والموازنة والمعايير اللازمة هي جمعية عالمية موجودة بأكتر من 200 بلد وفيها ممبرشيب يعني الناس قادرة تقدر من خلال PMI أن تأخذ المعلومات والشهادات اللي هي الأكثر معروفة فيها هي PMP البروجيكت مانجمد بروفاشنال اللي لدينا أكتر من مليون سورتيفايد بالعالم جميل اليوم عندما نتحدث عن قطاع الإنشاءات طبعا كان من القطاعات التي تعرضت لضغوط خلال الفترة الماضية بفعل كورونا ومن ثم يعني هذه البيئة التضخمية التي نشهدها حول العالم برأيك ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإنشاءات اليوم من أبرز التحديات هي أنه صارت الاستدامة صار جزء لا يتزال صار بصلب أي مشروع يعني المشروع الهندسي هلأ ما بيقدر يستهلك نفس المواد اللي كان يستهلك قبل نحن صار عنا تركيز على أنه نخفف من الهدر ومنخفف ما يسمى من الجاز أميشن نحن نعرف أنه البنايات وكل التاور التي نشوفها هي من الأكتر استهلاك ومن الأكتر عندها أميشن الأكتر فإذا صار التركيز الأساسي بأي مشاريع عم بصير في تحول نقلية من التخطيط يعني ما منطر لحتي يصير المنشأ موجود من التصميم للتخطيط للفكرة عم بصير في تركيز على المعايير يلي هي فيها إطار أساسي يعني إطار اللي نحن نسميه ECG فريمورك حتى صارت كل المؤسسات ما عم تأخذ المشاريع إلا ما عم يكون فيه إلى التزام وإنسجام مع الأول ما يسمى بالSDG جولز الأهداف يلي هي وضعت عالميا يلي فيها احترام للاستهلاك طبعا المياه والطاقة وغيرها وهذه شغلة أساسية وحركت صراحة كل هالكتاع يلي هو قادرين نحن نستهلك أقل ويكون في عنا هالستيز ما يسمى بالزكاء اللي هو هالزكاء من هالناحية أنه يعطي شيء جميل وإنما هو مستدام ويستهلك أقل وأقل من الموارد والتحدي التاني جوابا على سؤالك أنه خاصة بعد الكوفيد صار عندنا مشاكل بالطاقة البشرية ونحن نعرف أنه في قطاعات تاني بسبب الأزمة الاقتصادية وخفة المشاريع وفي مشاريع توقفت كليا وليس بس تأخرت صار في عنا هالمهنيين والمدرة والمهندسين صاروا يستقطبون غير قطاعات فإذا صار في تحديات هلأ أنه هالكطاع يقدر يستقطب الشباب الفيوتشر يوس وهذه شغلة كمان أساسية لأنه منوا هالكطاع بس حكر على الناس اللي عندها 30 و40 سنة هلأ صار في تسليط الضوء نحن بدنا نمكن العنصر الشباب من أنه يجي على هالكطاع وخاصة نحن بحاجة لمهارات جدا في ابتكار وفي تكنولوجيا وغيرها أنا هذا ما أريد أن أسألك عنه اليوم كيف يمكن لهذا القطاع أن يجذب الشباب وليس هؤلاء الذين كانوا يعملون بهذا القطاع على مدى 30 و40 سنة كما كنت تتفضلين بالحقل نعم بتغير طرق العمل يعني صار فيه هلأ من التخطيط مثل ما قلت للتصميم صار فيه عندك ابتكار وصار فيه عندك شيء نقوله مختلفة والتالي هذه فرصة كبيرة للشباب وخاصة اللي عم يسمعونا أنه نحن بحاجة لها الفكر اللي هو متطور جدا قادر يستوع بالتكنولوجيا والمواد يعني نحن حتى هلأ التورز والإمكانات كلها عم تدخل بالمشاريع يليمنا بس التكنولوجيا صارت بالقطاع المصرفي والاقتصادي هلأ صار جزء لا يتجزأ وعم نسمع بشيء اسمه digital twin نسمع حتى بالموديلر صار في عندنا كتير طرق أنه لنعجل صارت هلأ المشاريع عم نجرب نركز أن نخفف المدة الزمنية لقلها يعني كمان المشاريع العمارة صار لازم تتسلم بوقت أقل وبالتالي نحن بحاجة لهم المهارات التي قادر تستوعب المواد الجديدة القطر العمل وقدر تدخل للتكنولوجيا والأنظمة التي تسرع عملية التواصل ونحن صارنا نشهد أكثر تعرف في هالكتاع ما يقدر يكون ريموت مثل غيره صار عنا التعاطي مع السايت ونفس الوقت ونحن نعتبر أن الشباب هنا الأقرب يعمل الانسجام ما بين الفيزيكل وفيرتشول وهذا الحاجة له القطاع أكثر مثل ما قلت يتسلم على الوقت نحن عم نعاني فعلا من تأخير بهذه معاناة كبيرة وخاصة أنه في مشتريات كبيرة وأنظمة وشغلة بتأثر على هالقطاع وتعرف المواد وغيرها من التوريد والسايبلاي نحن ندعي الشباب أنه يطلعوا ويجربوا ويكونوا من هالناس المهارات التي نحن نبحث لألها مثل ما قلنا لحتى تسكر الفجوة التي صارت خاصة بعد نهض تلك القطاع هذا يعني إمكان دور التكنولوجيا التركيز على أو كما ذكرت بأن نحن بمرحلة نشوف تأخير بتسليم المشاريع هذه العوامل التي تضع تركيز أكبر حتى على أهمية إدارة المشاريع إدارة المشاريع بقطاع الإنشاءات لأي درجة اليوم هي مطلوبة بأكثر من أي وقت مضى هي الأهم يعني المشروع قادر يحمل الأخطاء وتراكم أخطاء إذا من عمله تصميم وتخطيط كما يجب من البداية يعني من الفكرة التي بدأ إيها أو الحكومة من لما بتوضع الفكرة التصميم إذا من وضع هالتنظيم هالتخطيط اللي بنسمي الماستر بلانيج كل شي بينبنى عليه بعدين إذا أخطاء وإذا صار في عدم موضوح من البداية هالمشروع عم بيحمل أخطاء مشاكل وبصير فيه بعدين ما يسمى بـ تغيير تغييرات أو التحسينات اللي هي اللي عم بتأخذ المشروع وهي بتكون مكلفة كمان أيوة شكرا لأنه هي اللي عم بتكلف إذا نحن من البداية ما يسمى بالتنظيم فريق العمل الإداري للمشروع هو اللي يتأكد أنه يعمل التواصل مع كل الجهات المعنية من المشروع من إدخال أهداف المشروع الأساسية لتصميمه للتخطيط اللي بنهي بد ينفذ ما يرجوه هالكلاينت أو هالمستفيد أو هالمؤسسة هالمبنى وغيره أكثر من أي وقت مضى أهمية إدارة المشروع التجارية حالا وخاصة أنه صار عنا عناصر كنا قبل نركز بإدارتنا لمشاريع أنه أنا بدي سلم على الوقت أبدي سلم بالكواليتي بالجودي اللازمي وبدي طبعا بالوقت المرجو هلا لا أنا بدي سلم طريق في بالنهاية طريق ولا طاور ولا نحن نشوف قديش عند أثر مش بس اقتصادي إنما بيئي نحن بدنا نحافظ على شيء اسمه جرين بدنا نحافظ على شيء اسمه إمباكت سوشل نحن حياة أفضل وخاصة بهالمنطقة نحكي كثير عن السعادة ما يسمى بالهلسي ستزن وبالتالي الحوكم اسمه إي سي جي وهذه تحديات كثير كبيرة لها المدراء ومن هون نحن صرنا نحن بكفاءة تتخطط تقنيات أنا هذا ما أريد أن أسألك عنه موضوع الكواليفيكيشنز اليوم لشاب عربي يريد أن يعمل في إدارة المشاريع شو هي نوع الكفاءات أو الكواليفيكيشنز المطلوبة بهذا المجال أولا طبعا يبدأ طبعا إذا عمشتغل بمشروع عمارة بدي يكون عنده الشهادة التي تتعلق بها القطاع هذا إنما لما يكون من فريق العمل التخطيط والإدارة والإشراف هنا صار عنده كفاءات التي نعتبرها هي بدأت تكمل اختصاص التقني وهي صار يتحلق الأهم للأسباب التي قلتها والشروط والإنسجام اللي لازم ووحدة منها مثل ما قلت التي نصل على الزكاة الإيموشن بشكل نحن بدنا مدرة عم بتعطو مع البيبل مع كل أنواع الأطراء مع كل الأدوار كل الاختصاصات كنا قبل نعتبر أن المهندز المشرف تقنيا هو الدور الأبرز إنما الآن نعتبر المهندز الذي يدير التواصل هو الذي عنده الأهمية التواصل من أجل إنجاح ومن أجل أخذ القرار السليم بالوقت المناسب مشاكلنا بالمشاريع العمارة أنه القرار يتأخذ السليم بالوقت مؤخر يعني أو تكون الأرارات تتأخذ ما يكون في إيلة أطر صحيحة أو بوقتها نعتبر الشي الدقيق أنه التواصل وإدخال الناس والعناصر والمواد اللازمة والتقنيات بالوقت المناسب بشكل أنه تخدم المشروع وهون نعتبر ما يسمى القيادة الليدرشاب سكيلز يلي نعتبر أننا ما بدنا ناس استقانيين وليس قادر تتواصل مع المشروع وليس قادر تفهم الأهداف الاستراتيجية من هالمشروع وهذه هي التواصل والكوميونيكيشن ومدرع قادرين يأخذوا القرار المناسب يلي يخدم مشروع وكل اللي بننتظره منه للبيئة ولا غيرها وماذا عن مديرات إدارة المشاريع يعني اليوم للمرأة دور أساسي بهذا القطاع وخصوصا بأننا نتحدث عن امتلاكها سواء لليدرشيب سكيلز لكوميونيكيشن سكيلز لأي درجة اليوم هي فعالة في موضوع إدارة المشاريع أكثر من أي وقت مضى لأننا وغيرها من نعتبرها الهيفي الانجينيرينج كانت وكا أنه حكر للرجال نعم هالموضوع كله عم تحول كان عندنا نحن القمة اللي كانت بدوباي من يومين كان عندنا كبار المسؤولين بشركات الهندسية اللي كان إلى دور بإنجاح وتصميم وتنفيذ مشاريع الايكونيك بالمنطقة المدرى التنفيذيين اللي كانوا موجودين كانوا عم بسلط الضوء أنه نحن نشهد وجود وكفاءات تنوضع للمشروع من خلال المرأة يعني إذا نحن نفتش على الدين نميكية على ديديكيشن على ليدرشيب على كومونيكيشن سلسة وفيها تركيز أوي وفيها هالإيموشن هالتواصل عم تكون المرأة إلى الدور الأبرز وهو بدعي كل هالستات هالفيميل أن تطلع لهالقطاع هذا الذي يدور ويفتش على الكفاءات التي هي الأسرع من أنها تخذها وأنها تنقذ المشروع بأكثر من موقف وبالسيطوائشن هذا الوجود لألة بشخصيتها بإدارتها بالتواصل مثل ما قلنا العاطفة قادر فعلا يضيف القيم المضافة والتي نرجع لألة وهي فطبعا الأبرز بأن مثل ما حافظت على العيلة هي بدنا هي تحافظ على البيئة والمجتمع بما أن صارت الأولوية بالمشاريع بالنهاية نحن بدنا المدينة التي فيها أطفال والناس الكبار والخدار والجمال والهوى والماء المضيفة المرأة هي الأبرز من تحافظ عليهم كما حافظت على العيل وعلى المجتمع أنت ذكرت موضوع جدا بأن هذا القطاع وموضوع إدارة المشاريع يحتاج لشيء أو الذكاء العاطفي وهذا نحن نعرف أنه نحن مميزين بموضوع الذكاء العاطفي بكل تجرد شكرا جزيلا لك المهندسة غريس نجار المديرة التنفيذية لجمعية إدارة المشاريع PMI في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شكرا لسا NBC أرابيا ومشاهدين هذه نهاية حلقة اليوم من CEO Talks إلى اللقاء اشتركوا في القناة